بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين مضى الحديث في الآيات السابقة عن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام وعن بنائه للكعبة وتسليمه لله تبارك وتعالى كما مضى الكلام في الآيات السابقة عن بعض أدعية النبي إبراهيم صلى الله وسلامه عليه وأن الله استجاب دعاءه وبالذات فيما كان يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كان هذا شأن إبراهيم عليه السلام وكان هذا شأن الرسول صلى الله عليه وآله فلابد من اتباعهما ولا يخالفهما إلا السفيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه استفهام استنكاري يستنكر الله تبارك وتعالى على من يرغب عن ملة إبراهيم يرغب يعني يميل وينحرف يميل وينحرف عن ملة إبراهيم فمن الذي يعرض عن طريقة إبراهيم في التوحيد والتسليم وسائر الأمور التي هي أفضل الطرق إلا من سفه نفسه السفه بمعنى قلة العاقل والعاقل هي القوة الباطنية التي يدرك بها الإنسان الأمور فيدفع الأضرار عن نفسه ويجلب المنافع إليها فالإنسان الذي يترك العقيدة الحق والعمل الصالح فأنه يخسر الدنيا والآخرة وهذا الأمر يكشف عن قلة عقله وفي الحديث الشريف العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان إلا من سفه نفسه فلا يترك هذه الملة إلا من ضرب نفسه بالسفاهة والحمق فأذلها وأهانها فإن طريقة الإسلام والتسليم لله تبارك وتعالى هي طريقة إبراهيم عليه السلام هل هناك طريقة أفضل من هذه الطريقة؟ كلا ولقد اصطفيناه في الدنيا هذه جملة حالية الله تبارك وتعالى بسبب هذه الطريقة المستقيمة التي كانت لإبراهيم عليه السلام اصطفاه واختاره نبيا والاصطفاء من الصافو بمعنى عدم وجود كدر وشوب في شيء يعني لم يختلط به شيء ويستعمل في صفاء الباطن بمعنى خلوصه عما لا يليق الله تبارك وتعالى لا يختار للرسالة وللإمامة إلا من خلص باطنه من جميع العلائق الأخرى لذا يسمى هذا الاختيار بالاصطفاء هذا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الفائزين بالدرجات الرفيعة وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير الآية وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال عليه السلام والصالحون هم النبي والأمة صلوات الله عليهم الآخذون عن الله أمره ونهيه والملتمسون الصلاحة من عنده والمجتنبون للرأي والقياس في دينه والحاصل إن إبراهيم عليه السلام كان خيارة الله وصفته في الدنيا ومشهود له في الصلاح في الآخرة فهو حري بالاتباع ولا أحد أولى منه بالرغبة فيه فالرغبة عنه سفه وجاهل وفي الحديث عن الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام العسكري أنهم قالوا ما أحد على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا وسائر الناس منها براء ومعنى سائر الناس منها براء لأنهم لم يتبعوا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأهل البيت عليهم السلام عدلوا القرآن لن يتفرقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي فاتباع أهل البيت عليهم السلام اتباع لملة إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هذه الآية تطرق إلى علة إصطفاء الله تبارك وتعالى للنبي إبراهيم العلة في ذلك أنه كان مطيعا لله تبارك وتعالى إذ قال له ربه أسلم إذ هذا ظرف لوقت الإصطفاء يعني الإصطفاء كان في الوقت الذي قال له ربه أسلم فاصطفيناه واخترناه لما قلنا له أسلم اخضع في جميع أمورك قال إبراهيم عليه السلام فورا أسلمت لرب العالمين وحده لا شريك له ومعنى قوله تعالى أسلم أي استقم على الإسلام واثبت على التوحيد مثل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر وكما يقول أحدنا لمن كان جالسا في مكان أجلس هنا حتى الساعة العاشرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين